قصة فيلم سعاد حسني الممنوع من العرض تعرفوا ان سعاد حسني لها فيلم عالمي شركيت فيه بس الفيلم ده اللي لو قفت على راسك مش هتعرف تشوفه وده لانه ما تعرضش اصل روسية امصت وقالت الفيلم ده لو اتزع انا هزعل ايه الفيلم ده وقف قصة من عمنا العرض ده اللي هنعرفه النهاردة في سنة 1984 حصل اتفاق مع سعاد حسني على بطولة فيلم عالمي الفيلم ده كان هيجصت قصة كفاح الشعب الافغانستاني ضد اللي عملوا فيها الاتحاد السوفيتي وفي الوقت ده تحديدا كان الهوى المصري والعربي كله مع افغانستان ومش بس كده ده امريكا نفسها كبت دعم افغانستان وقرروا انهم يسمى المقاتلين الافغان باسم المجاهدين بس ده كان لاغراض معينة هم عوزينها وهنعرفها كمان شوية وخرج اعداد كبيرة اوي وصلت لعشرات الالاف من المقاتلين من الدول العربية عشان يحربوا مع الافغان وكانت المساجد في كل الدول كمان بتجمع تبرعات وتبعتها للشعب الافغاني والتبرعات دي كان بتتلمف حملة بعنوان دعم الاخوة في افغانستان يعني الكل كان معهم قلبا وقالبا في الفيلم كان عاوز يوضح كل اللي حصل مع الشعب الافغاني وما كانتش سعاد حسني هي الممثل الوحيدة اللي من مصر شاركت فيه لأ ده كان مشارك معها كمان عبدالله غيس والفيلم كان من اخراج المخرج المغربي عبدالله المصباحي وصوره مدير التصوير المصري عبدالعزيز فهمي وتقدر تقول ان الفيلم ده اتفرق دمه بين القبائل يعني الفيلم كان ممول تمويل من اسرياء كتير سعوديين ورفضوا انهم يعلنوا عن نفسهم وتم تصوير الفيلم في المغرب بمشاركة فنانين من مصر والمغرب والعراق عشان يحكي قصة كفاح الشعب الافغانستاني لكن المفاجأة ان انت لو دورت على الفيلم ده مش هتلاقيه لانه ملحقش يظهر للنور وما حدش شافه اطلاقا وده الفيلم الوحيد اللي جمهور السندريلا مش هيقدر يشوفوا ليها لان في ناس قالت انهم ملحقش حتى يكملوه وفي ناس تانية قالت ان تصور كامل بس ما تعرضش لان كان موجود نسخة منه واحدة بس وبازت بعض التصوير ومتبقش منه غير كام صورة الفيلم ده كان اسمه افغانستان لماذا وجسدت فيه سعاد حسني دور بنت افغانية جميلة كان بتعاني في ظل وجود الاحتلال السوفيتي في بلدها وصورت جزء من مشاهدها في منطقة شمال تطوان بمضيك شافشوان في المغرب وقدم دور استاذ جامعي وعالم دين ومفكر ومناضل قد حركة قوية ضد الاحتلال السوفيتي قبل ما تنفجر الخلافات داخل المجتمع الافغاني نفسه ميزانية الفيلم الضخمة خلت فريق عمل الفيلم يتعاقد مع شون كونري بطل افلام جينس بوند وجيليانو جيمة وده ممثل ايطالي كان مشهور في السينما الامريكية بادواره راعات البقر والافلام الحربية وكمان اتعاقده مع الفنانة اليونانية ايرين باباس والممثل الفرنسي مارسيل بوزوفي ده غير طبعا اكتر من 30 ممثل مغربي وكان على رأسهم الفنان حاميد بن مسعود ده باخلاف الاف الكمبرسات اللي اختاروهم من مدينة تطوان المغربية وكان مفروض ان مدة الفيلم ثلاث ساعات وصور فريق العمل ساعتين ونص من الفيلم في المغرب وكان باقي لهم مشاهد المعارك المعتمدة على السلاح التقيل والدبابات وشحنة الجيش لكن الجيش المغريب وقتها رفض ان يتم استخدم قليات العسكرية في الفيلم وطبعا ما ينفعش يستخدموا قليات جيش تاني ويصوروا بها في المغرب وتقال بعد ما انتهوا من تصوير الفيلم ان الاتحاد السوفيتي اتدخل عشان يمنعه عرض الفيلم وده لان الفيلم بيظهر بشعة الاتحاد السوفيتي مع الشعب الافغاني المصباح مخرج الفيلم قال في تصريحات صحفية ليه في سنة 2016 قبل وفاته بحاجة بسيطة انه تعرض لضغوط شديدة من دول عربية ومن روسيا كمان علشان الفيلم يتمنع في النهاية من العرض لانهم كانوا مسلطين الضغو في الفيلم على مخطط امريكا لاحتلال افغانستان بعد خروج الاتحاد السوفيتي منها ده غير انه كان بيوصل فكرة من الفيلم ان المسلمين تابعين للغرب اشتركوا في القناة